السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم سانة ربع أنا بس أميرة ودي قناة تكون كارتون ساينس النهاردة بإذن الله حنبدأ مع بعض الكونسيبت التاني في منهج الساينس الصف الرابع الابتدائي للترمي التاني كونسيبت سري تو أباعت فيل وفي الكونسيبت ده هنتعلم أكتر عن الوقود ونعرف إيه هي أنواع الوقود الموجودة عندنا وإيه استخداماته النهاردة بإذن الله هنأخذ لسن وان وأول جملة بيبدأ بها الكونسيبت إن الشمس هي المصدر الأساسي للطاقة والإنسان بدأ يستخدم الوقود علشان يحصل على الطاقة يبقى الهيومن بياخد الانرجي منين بدأ ياخد الانرجي؟ إنه هو يحرق الوقود كلمة وقود يعني فيل يعني إيه ميز كلمة فيل؟ كلمة فيل معناها أي مادة أنت بتحرقها بتطلع حرارة فيل is any substance that produce thermal energy when it's burnt يبقى لما بحرق الوقود إيه الطاقة اللي بتطلع؟ we get thermal energy بنحصل على طاقة حرارية والفيل ده أسطن كان بيبقى مخزن جواه chemical energy طاقة كيميائية فيل store chemical energy inside it تانية ميز لو سمحتي أول حاجة قلتي لي أن الصن is the main source of energy وقلنا أن الإنسان بيعتمد على الوقود عشان يحصل على الطاقة human use fuel to get energy يعني إيه كلمة فيل؟ it's any substance that produce thermal energy when it's burnt ودي بتيجي دايما في scientific term it's any substance that produce thermal energy when it's burnt هتقوله على طول الفيل وممكن كمان يقولك when fuel burn it produce نقطة energy يبقى أن الفيل بيحصل لحترق بيطلع إيه it produce thermal energy وفي سؤال كمان ممكن يسألك بيقولك fuel بيخزن جواه any energy fuel store chemical energy أوكي طب إيه مثلا بستخدم الفيل ده في إيه إيه هي uses of field أول حاجة ممكن تستخدم الفحم والخشب أن أنت تدفي البيت أو أن أنت تطبخ أكل وكمان في نوع تاني من الفيل اسم gasoline الجازالين ده بستخدمه في AMS إن أنا أولد الكهرباء to generate electricity وكمان بحطه جوه العربيات علشان العربيات دي تقدر تتحرك وتمشي في الشارع كلمة means of transportation يعني وسائل النقل وكمان عندي نوع ثالث من الفيل هو natural gas الnatural gas برضو بستخدمه إن أنا أولد الكهرباء to generate electricity and to operate means of transportation وزيادة على كده الnatural gas ده اللي هو الغاز الطبيعي اللي بيمشي عندنا في البيت في المواسير ومامي بتستخدمه إن هي تطبخ الأكل and cooking food يبقى الجازالين والnatural gas اللي اتنين بيشتغلوا زي بعض بالضبط بس تخدمهم إن أنا أولد electricity وكمان إن هما بيشغلوا وسائل المواصلات operate means of transportation لكن الnatural gas علنده حاجة زيادة بيستخدم for cooking food يبقى تانية ميس إيه يا الفيلز اللي إحنا أخدناها أو الحاجة cool wood cool wood إيه اللي يوز بتاعتهم cooking food and warming تاني نوع من الفيلز هو الجازالين الجازالين يوز ده to generate electricity operate means of transportation natural gas used to generate electricity operate means of transportation and for cooking food ودلوقت إحنا نبدأ نتكلم أكتر عن الكول اللي هو الفحم هو نوع من أنواع الفيلز طيب إيه الـ energy train بتاعت الكول أول حاجة كل ده بجيبه منين بجيبه من remains of tree طيب التري دي بتاخد الـ energy بتاعتها منين من الشمس يبقى light energy from the sun بتتحول لchemical energy which stored in cool يبقى الفحم ده مخزن جوائي chemical energy أول ما بحرقوا إيه اللي بيحصل chemical energy change into thermal energy يبقى تاني إيه الـ energy chain of burning cool أول حاجة light energy from the sun بعدين الكول ده بيخزن جواه chemical energy and when we burn cool chemical energy change into thermal energy ودلوقتي هنبدأ نتكلم عن car field مثل انت قلتلي إن الكار ممكن أحط جواها gasoline أو natural gas طيب لما بحط البنزين ده أو الـ gasoline ده جوه العربية إيه اللي بيحصل طيب لما بحط الوقود ده جوه العربية إيه اللي بيحصل الوقود ده بيتحرق it burn inside engine بيتحرق جوه المحرك وبيطلع لي حرارة and produce thermal energy طيب يا ميس الحرارة دي ميس بتعمل إيه الحرارة دي بتحرك اللي متروس اللي جوه العربية فبتخلي العربية بتتحرك يبقى تاني when fuel burn inside engine it produce thermal energy والحرارة اللي طلعها بتتحول لكيناتك energy to move the car أوكي يبقى field ده بستخدمه عشان العربية تتحرك طيب إيه اللي حيحصل لو المؤشر بتاع البنزين قال خلص خلص يعني مفيش بنزين في العربية the car movement will decrease until it stop سرعة العربية حتقل لغة ما العربية تقف خالص يبقى تاني car need fuel to move العربية بتحتاج وكوت علشان تتحرك الجازولين اللي موجود جوه محطة البنزين ده بجيبه منين بجيبه من الأويل جازولين from gas station come from oil طب ليه مثل fuel is important for car ممكن ده يجيلك سؤال give reason ليه fuel is very important for car because fuel is burned inside engine الوقود ده بتحرق جوه المحرك and produce thermal energy ويطلع حرارة الحرارة دي بتعمل ايه بتحرق أجزاء العربية and thermal energy changed into kinetic energy to move the car ممكن يجيلك سؤال what happened what happened when the fuel indicator of car goes down اللي بيحصل لما المؤشر بتاع البنزين go down يعني ينزل لتحت كده معناقي بنزين خلاص فالعربية سرعتها هتقل لغايت ما توف the car movement decreased until it stopped وبكده نكون خلصنا lesson 1 please اتأكد ان انت عامل لايك للفيديو يلا بينا نبدأ lesson 2 types of field lesson 2 هنتعلم ايه هي انواع الوقود بيقولك النوع الاول للوقود هو the pie field the pie field ده يعني وقود جاي من حاجات مزروعة لكن الفاصل fields دي جاي من حاجات نباتات او حيوانات ميتة وادفنت تحت الارض وببدأ استكشف الارض كده وطلع الوقود ده من تحت الارض بعد ملايين السنين الوقود اللي بطلعه ده اسمه fossil field يبقى تاني ايه هي انواع الفيل؟ bio field ال pie field دي من حاجات المزروعة لكن الفاصل field هو الوقود اللي بستخرجه من بطن الارض بعد ملايين السنين من دفن نباتات او حيوانات ودلوقات احنبدأ ندرس ال pie field والفاصل field بالتفصيل number one pie fields اتفقنا ان ال pie fields دي جاي منين؟ جاي من حاجات بتتزرع they are fields made from living organism that can be planted زي ان انا ممكن اخد الود الود ده حاجة مزروعة واجي احرقه وطلع منه thermal energy واستخدمه قوكود ممكن اجي اخد التشاركولز التشاركولز ده فحم بجيبه من الخشب برده التشاركولز ده برده ممكن اعمله burn ويطلع منه thermal energy وكمان ممكن اعمل burning للgrass للقورن للدرة للودشيبس اللي هي نشارة الخشب وكل الدول ممكن لما احرقهم يطلع لي thermal energy فده بيعتبر field طيب ليه ميسميته pie field عشان جاي من حاجات مزروعة يبقى وبيقولك ان الود هو اقدم وقود الانسان استخدمه وما زلنا بنستخدمه لحد دلوقتي وزي ما اتفقنا ان الشاركولز ده بجيبه منين؟ بجيبه من الخشب وبيقولك ان انت ممكن تستخدم من الجراس والكورن والوودشيبس يبقى الليكويد فيول يبقى الليكويد فيول بيتصنع من ايه حبيبي؟ من الجراس والكورن والوودشيبس بيجي برضه عليه اسئلة كتير أوكي يبقى لما ايجي ازرع نباتات يبقى باي فيول is renewable fuel يعني ايه كلمة renewable؟ يعني متجدد كلمة renew يعني بيجدد نفسه بيجدد نفسه ليه يا ميس؟ عشان هو بيعمل renewed as plant grow كل ما النباتات دي تكبر كل ما يبقى عندي باي فيول طيب يا ميس كويس جدا يعني انا اربي اشجار وابدي اخد منها الوود واخد الوود ده واستخدمه كمصدر للطاقة هقولك لا دي حاجة مضرة جدا 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 انك تستخدم الوود as a fuel ليه يا ميس؟ لان ده بيدر البيئة الشجر عندي بيديني اكسوجين بينقل جوه من الكاربون دايكسايد يبقى ان انا اخد الوود واستخدمه as a fuel has negative effect on environment يعني تأثير سلبي على البيئة ايميس negative effect negative effect on environment يعني بيدر البيئة ليه ميس؟ عشان نلا لما بعمل cut down لل3 lead to deforestation deforestation يعني ايه كلمة deforestation؟ يعني تصحر يعني بتشيل الغبات de وابعد نكلمة forest deforestation يبقى ممكن يجيلك هنا give reason using wood as a fuel has negative effect on environment هتقولو ليه هتقولو بي cause cutting down tree lead to deforestation وكيه ميس؟ يعني انت قتلي types of fuel is pie fuel fossil fuels والpie fuel هي جاية من اي حاجة بتتزرع there are fuel from living organisms that can be planted والتيلي الpie fuel دي renewable fuel يعني حاجة متقددة ليه ميس هي renewable؟ because it continually renewed as plant grow كل ما النبات بيكبر كل ما يجيلي pie fuel وطيلة ان الwood as a fuel has negative effect on environment ليه بيدور البيئة because cutting down tree lead to deforestation ودلوقتي هناخد تاني نوع من الفيل وهو الفاصل فيولز واتفقنا للفاصل فيولز ده بناخدهم نستكشفهم من تحت الارض وبيجي نتيجة نباتات وحيوانات كانت مدفونة تحت الارض وبستخرجوا بعد مدة زمنية طويلة جدا فاصل فيولز there are fields formed from remains of plant and animals يعني هو عبارة عن وقود بحصل عليه من بقايا النباتات والحيوانات that were buried and decomposed over a long period of time يعني فاصل فيولز هي عبارة عن بقايا النباتات وحيوانات اتدفنت وتحللت لفترات زمنية طويلة يبقى لما يقولك there are fields formed from the remains of plant and animals that were buried and decomposed هتقوله ان ده الفاصل فيولز يعني مثل انت بتقوليلي اني لما نباتات او حيوانات تموت وتتدفن تحت الارض وتفضل ملايين السنين بيتكون حاجة اسمها فاصل فيولز هقولك ايوة تمام طيب ايه مث انواع الفاصل فيولز دي oil and natural gas and cool oil and natural gas بيتكونوا امتى لو المكان اللي انت بتحفر فيه ده كان جواه sea animals كائنات بحرية او marine living organism ماتت وتحللت فاين اللي بيتكون بعد ملايين السنين هتلاقي oil and natural gas طب لو المكان اللي انت بتحفر فيه كان فيه نباتات النباتات دي ماتت وتدفنت وتحللت لو حفرت في الحتة دي هتلاقي ايه هلاقي cool تاني ميس يبقى ال oil and natural gas ده بجيبوا امتى لما بيبقى فيه remains of ancient sea animals يعني كائنات بحرية او ممكن اقول عليها marine living organism اللي بيتكون oil and natural gas لكن يعني الفحم ده بيتكون امتى من تحلل بقايا النباتات يبقى مين اللي بيجي in the remains of plant cool برافا عليك مين اللي بيتكون من من the sea animals او من marine living organism برافا عليك oil and natural gas دلوقتي حنبدأ ناخد ايه خطوات تكوين الفحم formation of cool بيقولك زمان فيه اجزاء كتيرة جدا من الارض كانت متغطية بمستنقعات millions of years ago large area of earth were covered in swipes يعني فيه مستطحات مائية كتيرة جدا كانت بتغطي الارض بيقولك جنبها هنا كان فيه نباتات مزروعة with a lot of plants nearby nearby يعني جنب ال swipes دي فيه ايه؟ فيه نباتات النباتات دي لما بتموت البقايا بتاعتها بتتغطى بالطبقات من الماض يعني الطين والرقص يعني الصخور وفعل الضغط والحرارة على طبقات الارض بلا ان الكل تكون تحت سطح الارض يبقى تاني millions of years ago large area of earth is covered in swipes وجنبها كان فيه ايه؟ فيه plants with a lot of plants nearby when this plant dead لما البلاينت دي نباتات دي بتموت the remains decomposed the remains البقايا بتاعتها بتتحلل وبتتغطى بايه؟ بالمض والرق بالطينة والصخور and by effect of earth heat and pressure بتأثير الضغط والحرارة بتوى الارض ال remains دي بتتحول الى فحم يبقى الجمل دي بتيجي دايما في complete بيقولك مثلا الكل بيجي منين بيجي من remains of dead a من dead plants اللي بيحصل لل remains of dead plants covered with a تقوله mud and rock ولما يضغط على ال remains دي بالمض والرق اللي بيأثر عليهم حرارة وضغط earth heat and pressure وأول ما يتأثر عليهم بالheat and pressure it turn into cool يعني بيتحول لفحم ونفس الخطوات بتاع التكوين الفحم هي هي بالضبط تكوين ال oil and natural gas لكن المكان اللي بيستكشفه فيه ال oil and natural gas بيبقى مدفون فيه كائنات بحرية يعني المكان دا كان ميت فيه سمكة أو حوت أو أي كائنات بحرية وكائنات البحرية دي اتدفنت ووجات عليها rocks ومض وبعامل ال heat والpressure الضغط والحرارة بتتحول ال remains دي ل oil and natural gas يبقى ايه هي the steps of formation of oil and natural gas the death of marine living organism كائنات بحرية بتموت this remains part underground and decompose يعني الدفنت تحت الأرض وتحللت وإيه اللي غطاها sediments and rocks روايسب وصخور وبعد تأثير ال heat والpressure by the effect of earth's heat and pressure the remains of marine organism turned into oil and natural gas بعد تأثير ضغط والحرارة اللي بتأسطر بهم والأرض the remains بتاعت الكائنات البحرية دي تحولت لإيه the oil and natural gas يبقى الكل بيتكون لما the plants dead and it's remained covered with mud and rock and by effect of heat and pressure that remains turned into cool والأويل والناترالجاز بيتكونوا إمتا؟ لما المارين living organism die and buried underground and it covered with sediment and rock and by effect of heat and pressure marine organism turned into oil and natural gas طيب يعني يميس أنا بقدة راح صور على الكل والناترالجاز والأويل ده بعد ما الحاجة دي تدفن تحت الأرض الملايين السنين فإيه رأيكم بقى؟ الفاصل فيلز دي حاجة متجددة ولا حاجة مش متجددة بتاخد ملايين السنين عشان تتكون برافو عليكم فاصل فيلز are non-renewable field ليه ميس هو حاجة غير متجددة؟ because it take millions of years to be formed بيحتاج ملايين السنين عشان يتكون and they are used faster than they are formed طيب مين المصدر الأساسي للإنرجي للبايو فيلز والفاصل فيلز رفع عليكم هي الشمس the original source of energy of biofuel and fossil fuel is light energy of the sun أو ممكن أقول عليه solar energy of the sun يبقى مصادر الطاقة بتاعتنا بتتقسم لrenewable sources of energy وnon-renewable resources of energy non-renewable resources of energy هي الحاجات اللي بتخلص بسرعة وبتحتاج وقت طويل علشان تتكون it's natural resources that are used faster than they can be replaced يعني هي المصادر بتاعت الإنرجي اللي بستخدمها أسرع من ما بقدر ان انا أعوضها زي الاويل مثلا oil is used at the rate faster than its formation بيحتاج ملايين السنين عشان خطر يتكون وانت بتستخدمها بسرعة فده بيعتبر ايه non-renewable resource طب ازدين بيست قدر حافظ على الاويل ده اول حاجة reduce the use of private vehicle يعني بدل ما انت تروح المدرسة بعربيت بابا وصاحبك يروح بعربيت ولأ اركبوا الموصلة العامة using public means of transportation اركبوا مثلا البسك كبير ده او الاوتوبيز او المشروع يبقى how can we conserve oil ازدين نحافظ على الزيت او الاويل او non-renewable resources of energy اول حاجة reduce the use of private vehicle نقلل من استخدام العربيات الخاصة using public means of transportation يعني استخدم مسائل الموصلات العامة وبيقولك كمان ان انت ممكن تحصل على الانرجي من مصادر طبيعية متجددة renewable resources of energy زي المية مثلا بيبنوا صدود كبيرة ويخزن جواها المية واول ما المية ده بتتحرك باخد انرجي من المية وحناخد الكلام ده بالتفصيل للاسن اللي جاي بإذن الله دلوقتي بس عايزك تعرف ان انا ممكن ايخد الانرجي من مصدر طبيعي مصدر متجدد زي المية مثلا والمية دي متوفرة عندنا بقدر عمل لها replace كل ما جاي استخدمها بلاقيها برضو متوفرة معي it's a natural material that can be replaced soon after it is used يبقى ده مصدر متجدد للطاقة renewable resource of energy طيب يمس هي المية عندنا كتير يبقى اسرف فيها كده يمس وضيعها لا طبعا we must conserve water لازم نحافظ على المية اول حاجة avoid polluting water يعني ما لوزش المية avoid wasting water يعني ما هدرش المية ولا ضيعها وكمان لازم ازرع المحاصيل اللي مش بتحتاج راي كتير يعني ازرع المحاصيل اللي بتحتاج كمية صغيرة من المية grow plants that don't need large amount of water for irrigation ازرع المحاصيل اللي مش بتحتاج مية كتيرة في الراي بتاعها كده اكون خلصت لازم 2 الفيديو اللي بعد ده في البلايليست ان شاء الله هتلاقيه حل كل اسئلة لازم 1 و لازم 2 اللي جات في انتحانات المحافظات اللي من منزلاها في مزاكرة المتميز لانتحان شهر فبراك بايك للفيديو وشوفكم على الفي خير الفيديو اللي جاي سلام